موسيقى توست بالسمسم والشية والخميرة الطبيعية مية بالمية تخمير طبيعية خبز كتير طري ولزيز مشبع ومغذي اواشي منضيف 1350 جرام ماي منضيف 2 كيلو دقيق نصهم امح كامل ونصهم دقيق ابيض للخبز او متعدد الاستعمالات نخلط طبعا المكونات لتتكون عجينة تقريبا نخلط 4 الى 5 دقائق مجرد ما تكونت العجينة منغطيها ومنتركها لمدة ساعة بعد ساعة منضيف 400 جرام خميرة طبيعية سائلة وناضجة منضيف 50 جرام ملح انا عم استخدم ملح وردي هون ممكن استخد ملح ومنخلط 5 دقائق بسرعة اولى 5 الى 6 دقائق بسرعة اولى وبعدين منشغل العجينة على السرعة التانية لمدة 5 دقائق بعد مرور 5 دقائق صارت العجين هيك معدة التلتسيق منشوف اوامة ممتاز جميل جدا نضيف نضيف النقيع او السوكر النقيع الشياء هو 100 جرام خليط من السمسم والشياء و200 جرام مي منقعون لمدة نصر ساعة باول مرحلة قبل منخلط العجين ومنخلط لمدة 3 الى 4 دقائق بسرعة اولى طبعا اذا ما امتزج كل الشياء والسمسم بيستخدم سباتيولا او بيستخدم لانه نزل كل الشياء لانه الشياء احيانا بيلتسق بكل الاسطح كونه بيمتس كميع اكبير من المي نخلط يعني 3 دقائق بسرعة اولى هنتأكد انه امتزج الشياء والسمسم بشكل متساوي بالعجين وبعدين ممكن نخلط بسرعة تانية كمان لمدة دقيقة او دقيقتين لنتأكد انه العجين صار متماسك لاحظين ماعد يلتسق لا بجوانب الحلة ولا بالاسفل بنقهد شقف من العجين وبنتأكد من قوامة وهيك صارت جازة راح تقوى اكتر طبعا مع المد والطيقة وستريتش ان فولد بعد بنحطها طبعا بالعلبة اول شي علبة مدهونة بالزيت نشوفوا قوامة كيف قوية ومتماسكة وهيك فينا نبدأ نحنا التخمير الاساسي بعد مرور نصف ساعة بنعمل لها مد وطيقة او ستريتش ان فولد للعجين بهالشكل من كل الاطراف بنعزين كيف على كل مد وطي كيف تقوى العجين وبتصير متماسكة اكتر بنغطيها تركها كمان نصف ساعة بنعملها ستريتش ان فولد مرة تانية وهيك صارت قوية اكتر من قبل نزا ملاحظين مع كل مد وطي صار الى قوام متماسك اكتر من قبل بنغطيها من تركها لمدة ساعتين بعد ساعتين مننزل العجينة طبعا على سطح مبلول بالمي يفضل المي لهيك نوع من العجائن ما بدنا ندخل عليها دقيق وكمان المي بساعدة على التصاق العجين بالسطح وعلى ايدينا انا طبعا بستخدم مي دايما على ايدينا دايما بحط حلة مي جم مني مشان بل ايدي وبل السكين وبل سطح العمل بس بل اكتر شي ايدي والسكين حتى ما يلتسقل هذا العجين الرطب على ايدي وانا عم بشتغل بعد ما قسمون طبعا كل واحدة منه 800 جرام تقريبا انا عم بستخدم الحلة نفسها يعني حلة فاضية باني حط ببلولي بشوية مية حتى اوزن عليها لانه الميزين عنده صغير بعمل راوندينج او بري شيبينج يعني التدوير او التشكيل الابتدائي بهالطريقة هاي لكل العجائن وبكرر نفس الموضوع مع كل العجائن التانين نعزين بعد كل خطوة العجينة عم بتصير ممتلئة بالغازات وقوية اكتر من قبل وصارت اقوى منكرر طبعا هذا الشي مع باقي العجائن منكورن منشد عليهم كتير لانه راح ممكن يتمزقوا هذا الشي بيضع في العجين بعد مرور نصف ساعة من رش دقيق طبعا منغطيهم اكيد اذا كان الجو ناشف او فيه مكيف من رش دقيق على سطح العمال ومنشكلهم هالطريقة هاي بشكل اسطواني يعني منشكلهم بعدها منحطهم باوالب مدهونة بالزبدة اذا ما عندكن زبدة ممكن تستخدموا طحينة كمان طحينة السمسم ما منكتري كتير طبعا بعد هيك انتهينا انا بقي عند شوية سيا وسمسم رح رشن على وجه العجين بيعطو قرمشي وطعمي طيب كتير بعد الخبيث طبعا برشن بشوية ماء حطي يلتسقهم هيك بكون انا حمات الفرن على الميتان واربعين ايه تقريبا ميتان واربعين وبخبزن على حرارة ميتان وخمسة وعشرين اول ما احط الاوالب بعد ما يكونوا تخمروا هلا بدون تقريبا تخمير ثلاثة لاربع ساعات قبل بنصف ساعة من الخبز كنا حمات الفرن عميتان واربعين بخبزن حرارة ميتان وخمسة وعشرين لمدة اربعين ديئة طبعا انا مع الغطى انا غطيتهم او بدون غطى هدول بدون غطى هدول النوع من الاولى فيهن اغطية انا ما غطيتهم هول طلعوا ممتازين والله لكن انا خبزتهم بالفرن كهربائي شوف ما احلى شكلهم ممتاز جميل جدا متحمرين نقصهم ممتاز تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد تسمعين الصوت كتير هده الخبز مقرمش من بره وكتير صفت من جواه كتير طيب للتوست والشرائح والساندوشز والشطائر كتير رح تحبوه متمنى تشاركو هاي الوصفة لأحبئكن واذا عجبتكن طبعا طبقوها وخليني اعرف شكرا كتير للمتابعة وَاللَّمَاكُمَا السَّلَمِينَ